الموضوع ده بيهم كل اولياء الامور من اول كي جي وان حتى تلت اعدادي الكتب اللي قدرنا نوصل لها فهيساعدكم كتير قوي تشوفوا الكتاب قبل حتى ما تشتروا فالشير مهم جدا للفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسام الصياد ودي قناة فلاش التعليمية ازايك اصحابي النهاردة بنتكلم مع بعض عن الكتب الخارجية جاي لي اسئلة كتيرة جدا عن الكتب الخارجية وايه افضل كتاب وفي مشكلة بتواجهنا جدا ان احنا خالفين نشتر كتاب لانه مغلب في المكتبة ومش عارفين افتاحه ومش عارفين المحتوى بتاعه انا النهاردة قررت ان انا ان شاء الله اول كل ترم هنزل اشوف الكتب الخارجية الموجودة في السوق ونعمل ريفيو الافضل كتب فيها بحيث ان احنا لما نيجي نشتر كتاب نبقى عارفين المحتوى بتاعه ده كتاب كويس ولا مش كتاب كويس ولقيت طبعا ان من افضل الكتب الموجودة في الترم ده هو كتاب المعاصر كتاب جنيل جدا وليه تاريخ ولقيت المزايا بتاعته جبت الكتب بتاعت كتاب المعاصر من كي جي وان حتى تالت اعدادي هنفتحها دلوقت مع بعض هنعمل لها ريفيو هنشوف المزايا اللي فيها وانا رخصت المزايا بتاعتها علشان خاطر الناس اللي بتقفل قبل ما الفيديو يخلص انا كنت اقولها في اخر الفيديو قررت ان انا اقولها في اول الفيديو علشان خاطر اللي عايز يشوف كتاب المعاصر يبقى عارف المزايا بتاعته ايه اول ميزة طبعا في كتاب المعاصر ان هو فيه شرح وافي لكل اجزاء الدرس طبعا كمان فيه تدريبات متنوعة وكتيرة قوي وكمان نمازج الامتحانات الخاصة بالادرات التعليمية المختلفة ومعاك تاب لالاجابات النموذجية موجود وهنشوفه مع بعض طبعا بيقدر يخليك تقدر تقايم اداء ابنك او بنتك من غير ما تحتاج لمدرس خصوصي وكمان فيه تطبيق اسمه تطبيق معاك هو تطبيق تفاولي بيساعدك ازاي تقدر تسمع المحتوى الصوتي باي درس وكمان تقدر تشوف اي فيديوهات خاصة بالدرس اللي انت بتذكره ده طبعا غير جودة اطباعة وجودة الورق الخاصة بالكتاب اللي بتساعدك ان انت تقدر تذكر في الكتاب مع اولادك كل يوم من غير ما يتقطع ومن غير ما يبوز وكمان بيبقى فيه هدايا كتيرة قوي هدايا مجانية مع كل نسخة من نسخ كتاب المعاصر انا باختصار دلوقتي هفتح معاكو كتب المعاصر من اول كيجي وان حتى تالت اعدادي تقدر تشوف كل كتاب المناهج الجديدة والمناهج القديمة الخاصة بالت ونقدر تشوف مع بعض ايه شكل كل كتاب من جوا خليكم معايا موسيقى اول حاجة هنفتحها النهاردة اصحابي هو المنهج الجديد منهج discover بتاع primary 3 او الصف الثالث الابتدائي والconnect وطبعا هو نازل منه connect plus ونازل منه كمان math بس احنا جبنا النسختين دول نفتحهم مع بعض ونشوف شكلهم عامل ازاي من جوا فاول حاجة لما نفتح كتاب discover والناس طبعا اللي كانت بتقول ان هما ما بيعرفوش يشتروا ما بيعرفوش يفتحوا الكتب في المكتبة علشان كده بيخافوا يشتروا كتاب المحتوى بتاعه مش معروف من جوا ايدي كتاب discover primary 3 او الصف الثالث الابتدائي term الاول هنشوف شكله عامل ازاي من جوا زي ما احنا شايفين بيبقى معاها هدايا اول حاجة الالوان الالوان الجميلة دي وبيبقى معاها الحاجات دي اللي هي حاجة زي العاب كده دي هدايا معاها الكتاب دي هدايا خاصة بالمنهج هنحتاجه طبعا واحنا بنشوف اه المحتوى بتاع المنهج بتاعنا ونفتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ده الكتاب شكله من جوا عامل كده الطبعة جميلة جدا زي ما انتم شايفين وطبعا هنا بيكلمنا عن تطبيق معاك اللي احنا قلنا عليه التطبيق ده تطبيق تفاعلي بيساعدك على انك تقدر تسمع اي محتوى صوتي وتشوف اي فيديو خاص باي درس انت بتذكره بيوريلك هنا ازاي بتنزل التطبيق من على جوجل بلاي وازاي بتعمله على الموبايل او التابلت بتاعك وازاي بعد كده بتستخدمه بكل سهولة طبعا بيكلمنا هنا ازاي نتجنب كوفيد ناينتين وفيروس كورونا والتعليمات الخاصة بوزارة الصحة زي ما احنا شايفين محتوى الكتاب محتوى جميل جدا وجاي مع الكتاب البوستر ده نقدر كمان نستخدمه نلعب بيه العاب مفيدة وبيكلمنا طبعا هنا عن بعض الحاجات في شكل السلم والتعبان بيجيب لنا معلومات خاصة بالمنهج والفلاح النشيط وهنلعبها في شكل السلم والتعبان وبيكلمنا ازاي الفلاح بيستخدم السيدز يزرع بيها الارض طبعا ودي الحاجات اللي بنستخدمها في اللعبة دي طبعا هنبقى نتكلم عنها بشكل اكتر بعد كده واحنا بنشرح او الصف التالت اللي ابتدائي وزي ما قلنا ان الكتاب محتوى جميل جدا ويشارح المنهج بشكل مفصل وكمان من المزاق جميلة بتاعته ان في اكتيفتيز كتير قوي او تدريبات كتير قوي على كل درس وكمان في اخر الكتاب هتلاقي استيكرز كده او ملساقات صغيرة هتساعدك ان انت ممكن تستخدمها في الكشكول او الكراسة بتاعتك ايدي الاستيكرز الكتيرة الموجودة في اخر الكتاب ومش عايز انسى اقول ان الكتب بتاعت المعاصر هي كتب معتمدة من وزارة التربية والتعليم وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم وطبعا يا قولي لما بتلاقي كتب معتمدة ومصرح بيها تحت اشراف وزارة التربية والتعليم فهو كتاب جميل جدا ونشوف النسخة بتاعت كونيكت الخاصة بتالتة ابتدائي الكتاب مغلف جامد جدا وطبعا من كتر التدريبات الموجودة في الكتاب انا متأكد ان لو في اي امتحانات مش هتخرج منه زي ما احنا شايفين مع منهج الكنيكت بتاع الصف الثالث الابتدائي ده ماسك ممكن نستخدمه دي اسمها ملك قناع للتمثيل طبعا ده لو بنعمل رول بلاي ولا حاجة او تمثيلية او مصرحية وكمان مع الكتاب فيه ماسك تاني مست ملك برضو لو بنعمل رول بلاي ولا حاجة في قاعة التمثيل زي ما احنا شايفين قدامنا وكمان مع الكتاب فيه انتر اكتف نوت بوك او كراس التدريبات جميلة كده فيها اسئلة على منهج كونيكت بتاع الصف الثالث الابتدائي هو جميل جدا وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا في اول الكتاب فيه ستيكرز كتير قوي وبعد كده المنهج بيبتدي زي ما احنا شايفين قدامنا شرح المنهج ومش عارف اقول لكم الطباعة جميلة ازاي وهنا برضو بيورينا ازاي نستخدم تطبيق معاك وازاي نعمل له ستطبع الموبايل او التابلت الخاص بينا واهم حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا فيه اكتيفتيز كتير قوي او تدريبات كتير قوي بتخلي الطالب في مستوى الطالب الممتاز او فوق الممتاز كمان زي ما احنا شايفين قدامنا فيه اسئلة كتيرة وتدريبات كتيرة على كل حاجة هتساعدنا ازاي نخلي ولادنا ان شاء الله من المتفوقين وفيه ترجمة لبعض الكلمات اهو فالموضوع جميل جدا والكتاب جميل جدا وعايز افكركم طبعا ان هو نادل منه للماث والكوننكت بلس بتاع تلت ابتدائي وطبعا نروح لأولى ابتدائي هنا معانا اه كتاب اه الكوننكت بلس بتاع اولى ابتدائي برايماري ون وطبعا نفتحه مع بعض الكتاب جاي معه انتر اكتف نوت بوك او كراسة التدريبات التفاولية وهي كراسة جميلة جدا فيها اسئلة على المنهج بتساعدنا ان احنا نحلم اولادنا بعض التدريبات جاي معاى كمان جاي معاى كمان البوستر ده بيتكلم عن حاجات خاصة بالمنهج يونت 1 و 2 3 4 و 5 و 6 والالعاب اللي ممكن نلعابها خاصة باليونت دي ومعاى كمان ماسك طبعا اللي هو خاص بالليتل ريد هن او الفرخة الصغيرة الحمرائية موجودة في المنهج بتاعها برايماري ون وماسك تاني خاص بي او بالنحلة الجميلة بي وطبعا ده ممكن نستخدمه احنا بنعمل رول بلاي او مسرحية في الكلاس روم بتاعنا فزي ما احنا شايفين قدامنا هو الكتاب جميل جدا والانتراكتف آآ نوت بوك ده فيه كمان سامري كده او مرخص لكل يونت من اليونتس الخاصة بالمنهج ويجيب لك الاسئلة الخاصة بكل يونت من اليونتس دي بشكل جميل قوي وطبعا الكتاب الخاص بكونكت بلاس اولى بتدائي فيه في الاول طبعا ستيكرز جميلة قوي زي ما احنا شايفين قدامنا وطبعا مش عايز اقول لكم جودة الطباعة طباعة جميلة جدا وزي ما احنا شايفين قدامنا الكتاب كبير ومليان كتير قوي هتساعدنا ان احنا نخلي اولادنا ان شاء الله من المتفوقين واليان اكتيفتي ازاي ما احنا شايفين قدامنا وده كتاب منهج الكونكت الخاص باولى بتدائي تعالوا نفتحه نشوفه مع بعض شكله عامل ازاي من جوه طبعا الكتاب جاي معايا الانتر اكتيف كورت او الكروت التفاعلية وهي طبعا اه فيها شكل جميل قوي للحاجات الخاصة بالمنهج والاسئلة الخاصة بالصور والحاجات الملسقات الخاصة بالمنهج وزي ما احنا شايفين كمان معاه وزي ما احنا شايفين كمان جاي معاه الماسكس دي طبعا ده بوي ودي جير لو احنا بنعمل رول بلاي واجمل حاجة في كوننكت المواصر الاولى ابتدائي ان هو هنا عاملك سامري كده لكل يونت فاول يونت بيقول لك ايه اهم حاجة لازم الطفل يعرفها وفي اخر اليونت كمان بيقول لك سامري للحاجات المفروض الطفل يحفظها ده حاجة جميلة جدا موجودة هنا وبيديك كمان اكتيفتز كتير زي ما قلنا وجاي معاه الانتر اكتيف نوت بوك بتاعته وهي جميلة قوي بتعلم الاطفال ازاي يكتبوا الحروف وازاي يجابوا على الاسئلة المختلفة فهو منهج جميل وكتاب جميل قوي ده كوننكت اولى ابتدائي اما تانية اما تانية ابتدائي كوننكت طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا دي الكتاب تعالوا نفتحه ونشوفه مع بعض شكل عامل ازاي من جوه جاي معاه طبعا المسكات دي ده المسك بتاع الجراند با وده المسك بتاع جينجر بريد مان او رجل الجنزبيل او رجل الجنزبيل وطبعا هنا ده الكتاب وده الانتر اكتيف نوت بوك بتاعته الكتاب زي ما احنا شايفين النسخة بتاعته جميلة قوي زي ما احنا شايفين قدامنا هو بيبدأ بستيكرز جميلة وبعدين نفس النظام بيعرفك ازاي ان انت تنزل تطبيق معاك علشان تقدر تتخدمه بكل سهولة والتعليمات بتاعت كوفيد ناينتين وبعدين مقسم لك المنهج بشكل جميل بيقول لك في اول كل يونت الحاجات المفروض الطفل يعرفها في اليونت دي وبيدي لك المعلومات بشكل مبسط وبيدي لك كمان كتير قوي زي ما احنا شايفين قدامنا هو الكتاب جميل قوي مش محتاج ان احنا نقول عليه اكتر من كده وفي اخر الكتاب القصة الجميلة دي هي موجودة في المقرر بتاعنا اما الانتر اكتف نوت بوك او الكراسة بتاعت التدريبات فيها الاسئلة المختلفة على المنهج وطبعا هي بتساعد كتير قوي بعد من زاكر اي لسن او اي يونت ان احنا نحل التدريبات بتاعتها بكل سهولة ده بالنسبة لكوننكت تانية ابتدائي وطبعا هو نازل منه كوننكت بلس ودسكوفر كمان واجمل حاجة طبعا ان احنا زي ما احنا شايفين قدامنا هنا في الكتاب بتاع كوننكت ان هو مديلك هنا answers of unit activity او اجابات انشط الوحدة وطبعا هنا بتقدر تراجع الاجابات اللي انت جابتها في كل يونت من اليونتس المختلفة من غير ما ترجع لأي مدرس خصوصي او حاجة تقدر تتابع حل ابنك على اليونتس المختلفة والاسئلة بتاعتها فده حاجة جميلة جدا موجودة في اخر الكتاب تقدر ترجع لها في اي وقت وطبعا كوننكت كي جي تو ونازل منه دسكوفر وكوننكت بلس كمان احنا جبنا كوننكت كسامبل او عينة كده نقدر نفتحها ونشوفها مع بعض طبعا جاي معا الانتر اكتف نوت بوك زي ما احنا عارفين وجاي معا كمان البوستر ده وهو بتاع الجيم الخاص باليونتس المختلفة جاي معا كمان الماسكات دي جاي معا الماسك بتاع ميس وجاي معا الماسك بتاع بي وجاي الانتر اكتف نوت بوك زي ما احنا شايفين قدامنا فيها التدريبات المختلفة على كل اليونتس المختلفة وطبعا ازاي ولادنا يقدروا يحلوا الاسئلة دي بشكل سليم ودي الكتاب هو كتاب جميل جدا مبسط المنهج فيه في اول الكتاب ستيكرز كده نقدر نستخدمها طبعا واحنا بنزاكر في الكراسة بتاعتنا او الكشكول بتاعنا وهنا مقسم لنا طبعا الكتاب لليونتس المختلفة وبيورينا في اول الكتاب ازاي طبعا الوالدين او اولياء الامور ازاي اولياء الامور يقدروا يذكروا الاولادهم من الكتاب بدون الحاجة المدرس خصوصي فالكتاب جميل جدا وبيوري لك دليل الكتاب في اول حاجة بيوري لك اليونتس متأستمس ازاي وازاي اولادنا ممكن يحلوا التدريبات من غير ما يحتاجوا لأي مساعدة خارجية مش عارف اقول لكم الكتاب ده جميل قد ايه هو حلو قوي اما بالنسبة لكي جي وان فانا قدرت اجيبلكو كوننكت وكوننكت بلاس دعوه نفتح منها تكوننكت بلاس نشوف كده شكله عامل ازاي من جوه طبعا زي ما احنا شايفين الكتاب جاي معاه الانتر اكتف نود بوك وجاي معاه البوستر ده وجاي معاه المسكات دي المسك بتاع او الضفضة ويه ويه ابي او النحلة الكتاب زي ما احنا شايفين ادي الانتر اكتف نود بوك بتاعته شكلها عامل كده شكلها جميل قوي والاسئلة بتاعتها شكلها مبسط وجميل بيعلم ولادنا ازاي طبعا يكتب الحروف لسه في جي تو وازاي يقدروا يقروا الكلمات بشكل مبسط والكتاب نفسه في اول الكتاب فيه ستيكرز في اول الكتاب في ستيكرز جميلة قوي طبعا يقدروا يزاقوها في الكاشكول او الكراسة بتاعتهم طبعا اي دي الاسئلة بتاعت الكتاب واول حاجة طبعا فيم ون هو اماي طبعا كان اللي فات ده طبعا اليونتز متقسمة بشكل جميل اليونتز متقسمة بشكل جميل وكل حاجة موجودة بشكل مفصل حتى الاسئلة موجودة بشكل مفصل وجميل نقدر نفهمها ونحلها من غير ما نحتاج لاي مساعدة من اي مدرس خارجي نقدر نحلها بمنتعل سهولة اما الخاص بكي جي وان تعال نفتحه مع بعض نشوف شكله عامل ازاي زي ما احنا شايفين الكتاب جاي مع الانتر اكتف نوت بوك او كراسة التدريبات والبوستر ده زي ما احنا شايفين قدامنا بسعادنا ان احنا نخلي اولادنا يلعبه لعبة خاصة باليونتز الموجودة في الكتاب موضوع جميل جدا وجاي معا الماسكات الجميلة دي الماسك بتاع ابوي واجيرل بالنسبة الانتر اكتف نوت بوك الكونتنز بتاعها هو وطبعا الكراسة جميلة جدا التباعة بتاعتها جميلة قوي والورق نظيف جدا ويكفي ان هي مليانة اكتيفتيز او اسئلة بتساعدنا ان احنا نثبت المعلومة مع ولادنا اما الكتاب نفسه ففي في الاول ففي في الاول استيكرز كده وطبعا الكتاب مليان تدريبات من اول خالص بيعمل لك كده على المعلومات بتاعت قبل كده وبعد كده بيساعدنا ان احنا نقدر المنهج بشكل مبسط زي ما احنا شايفين قدامنا طبعة جميلة والورق نضيف والانشطة كتيرة جدا والموضوع جميل قوي زي ما احنا شايفين قدامنا هو وانا لاحظت كمان ان الاسعار بتاعت المعاصر اسعار اسعار مناسبة جدا للمحتوى اللي هو بيقدمه وكويس جدا بالمقارنة بالكتب التانية اما المنهج القديم فعندنا فيه اه طبعا جبت لربع ابتدائي طبعا ده منهج القديم لسه ما اخدوش المنهج الجديد الكتاب مش محتاج اقولك هو جميل ازاي ونضيف ازاي ومفصل ازاي ومليان اكتيفتيز كتيرة جدا بتثبت المعلومة بكل الطرق في دماغي الاولاد واجمل حاجة في ان هو في امتحانات السنين اللي فاتت للادارات التعليمية المختلفة وكمان الاجابات النموذجية بتاعتها بحيس ان انت ما تحتاجش ان انت بحيس ان انت تقدر تراجع على الاجابات بتاعتك بنفسك من غير ما تحتاج لمساعدة حد وكمان ما نسيوش المشروعات البحسية جايبلك التعليمات بتاعتها ازاي تعمل مشروع بحسي طبعا لو قرروا ان في مشروعات بحسية استنادي او اي حاجة من القبيل ده او اي حاجة زي كده فتقدر تستخدمه بمنتغل سهولة نفس النظام في سنة خمسة بتدائي ادي الكتاب جميل جدا وكل الكتب دي طبعا كتب استنادي الفين وعشرين الفين واحد وعشرين وطبعا ده كراسة المعاصر التفاعلية فيها نفس النظام فيها طبعا الاسئلة والامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت في الادارات التعليمية المختلفة زي ما احنا شايفين قدامنا محافظة المنوفية وكمان الاجابات النموذجية الخاصة بيها علشان تقدر تقيم الحل بتاعك في اي وقت وما نسيوش المشروعات البحسية زي ما قلنا موجود في الاخر ازاي لو هتطلبوا منك مشروع وبحسي تقدر تعمله بشكل سليم اما ستة ابتدائي اللي احنا شايفينه قدامنا ده بتاع ستة ابتدائي الكتاب يعني جميل جدا مش قادر اقولك هو جميل قد ايه ولامم كل حاجة خاصة بالمنهج اما الكراسة التفاعلية بتاعته فهي فعلا مليانة انشطة ومليانة اسئلة حتى المحافظات بتاعت السنين اللي فاتت تقدر ترجع لها في اي وقت والاجابات النموذجية بتاعتها ومش عايز انسى طبعا ان في اجابات وراه ونازل كمان من الكتاب منهج الماث ومنهج الساينس الخاص بالسنين المختلفة وفي الاخر طبعا بيكلمنا عن المشروع البحسي زي ما قلنا من شوية ده بالنسبة للمرحلة الابتدائية اما بالنسبة للمرحلة الاعدادية فانا منستهاش جبت اولى اعدادي ده الكتاب بتاع اولى اعدادي نيو هالو المنهج القديم طبعا الكتاب جميل جدا ومش محتاجين نتكلم عنه فعلا مليان تدريبات دي طبعا كراسة المعاصر بتاعت المراجعة والاختبارات دي بنستخدمها طبعا في ان احنا نحل تدريبات كتيرة وكمان هتلاقي فيها الاسئلة بتاعت السنين اللي فاتت المحافظات المختلفة والاجابات النموذجية بتاعتها زي ما احنا شايفين اما الكويك لوك سكيلز دي او الكراسة بتاعت المهارات دي دي بتلملك اليونت المختلفة وعملالها سامري كده وتقدر تستخدمها طبعا كملخص لكل حاجة في المنهج فاتساعدك كتير قوي وانت بتلخص المنهج وتقدر تقرأها وتحفظها كمان لو عايز وزي ما احنا شايفين الكتاب بتاع المنهج نفسه نيو هالو بصوا كتاب كبير ازاي وملم بالمنهج والانشطة والاسئلة بتاعته والشرح كمان شرح وافي هو كتاب جميل قوي مش عارف اقولك وهو الدي جميل هو فعلا كتاب نزيف جدا والشرح بتاعه زي ما احنا شايفين مش سايب اي حاجة الا وهو شريحها نفس النزام تاني اعدادي طبعا احنا شايفين قدامنا نيو هالو تاني اعدادي ادي الكتاب شارح كل حاجة ويعبلك الكلام بالتفصيل تقدر ترجع له في اي وقت لو عايز مرخص سريع تقدر تاخد الكويك لوك سكيلز دي اللي فيها السمري بتاع كل حاجة هتساعدك كتير طبعا وتحلق كمان امثلة على اليونتس المختلفة واخر حاجة تالت اعدادي معنا الكتاب هو كبير وجميل وملم بكل حاجة في المنهج مش محتاج ان انت تاخد اي حاجة جنبه كتاب يعني مفصل ودي كراسة المراجعة والاختبارات طبعا علشان خاطر نجيب اعلى الدرجات ان شاء الله ممكن نستخدمها ونحل فيها التدريبات المختلفة على كل اليونتس وزي ما قلنا هتلاقي في الاخر اجابة نموذجية للاسئلة زي ما احنا شايفين اجابات كتاب الاختبارات والتدريبات موجودة في الاخر فانت مش محتاج حاجة اكتر من كده ومدي لك طبعا معلومات المشروع البحسي لو طلب منك اي مشروع وبحسي تعمله ازاي وانت في تلت اعدادي واخر حاجة ممكن نشوفها مع الكتاب دي او الكراسة الملخصة بتاعت المنهج لو انت عايز ملخص سريع وتحل عليه اسئلة كمان فطبعا دي هتساعدك ممكن تذكرها وتحفظها وتحلها بمنتهى سهولة طبعا للناس اللي خلصت المنهج وعايزة تشوف الملخص بتاعه فهو الكتاب جميل جدا مش محتاج ان احنا نقول عليه اكتر من كده وبكية نكون انهينا الريفيو بتاعنا وعايز اقول لكم يا جماعة اللي هيحل كل التدريبات دي في اي كتاب من كتب المعاصر لأي مرحلة من المراحل دي ابنه ان شاء الله هيبقى من الاوائل وطبعا ما تنسوش ان الكتاب ده بتصريح وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم يعني كتاب معتمد مش اي منهج وستلام ومش اي كتاب وستلام فهو كتاب نضيف جدا وجنيل جدا وزي ما قلنا احنا كده عملنا ريفيو لكتاب المعاصر ان شاء الله في اول كل ترم هنعمل ريفيو للكتب الكويسة اللي موجودة في السوق نقدر نرشح منها الافضل بحيث ان احنا ولادنا دايما ان شاء الله يكونوا من المتفوقين اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم من الفيديو ده لو اعجبك الفيديو ده اعمل لايك اتمنى الاي الف واحد استفاد او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الفيديو ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد الشير يا جماعة الشير لان طبعا الموضوع ده بيهم كل اولياء الامور من اول كي جي وان حتى تلت اعدادي الكتب اللي قدرنا نوصل لها فهيساعدكم كتير قوي تشوفوا الكتاب قبل حتى ما تشتروا فالشير مهم جدا للفيديو ده وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته